تعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني المجتمع الدولي إلى استخدام وسائل سلمية وليست عسكرية لإنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية مطالبة الآخرة بالامتناع عن أي عمل استفزازي جديد وقالت موغيريني في بيان إنه في مثل هذا الوقت الحارج يدعم الاتحاد الأوروبي العمل الديبلوماسي مع شركائه بهدف خفض حدة توتر فالأوضاع ونزع نووي في شبه الجزيرة الكورية بطريقة كاملة وأضافت موغيريني عن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم المسار المؤدي إلى حوار يتمتع بالصدقية والجدية مع كوريا الشمالية والمجتمع الدولي بغية إنهاء هذه الأزمة ونشدت موغيريني كوريا الشمالية الامتناع عن أي عمل استفزازي آخر يمكن أن يزيد من التوتر الإقليمي والعالمي اشتركوا في القناة